اشتركوا في القناة شاملا وجامعا ومنهاج عمل للمرحلة المقبلة خطاب سام شامل وجامع ومنهاج عمل للمرحلة المقبلة ورؤى وأفكار عدة برزت في الخطاب السامي لجلالته حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الإعقاد الثاني من الفصل التشرعي السادس تناولت العديد من الجوانب وركزت على الشأن المحلي لتحقيق الازدهار والتنمية على مختلف الصعود على درب الارتقاء والرخاء للمسيرة الوطنية أكد جلالته أيده الله في خطابه السامي على الإصلاح والتحديث دون وصاية من أحد والتي تأتي من منطلق الإرادة الوطنية وهي التي تجلت أيضا في المنجزات المتحققة في العديد من الملفات خلال الفترة الماضية لا سيم الإنجازات في المجال القانوني والحقوقي حيث أشار أيده الله إلى أهمية مواصلة المؤسسة القضائية في الإصلاح والإنجاز على الصعيدين القضائي والحقوقي أيضا أكد جلالته حفظه الله ورعاه كعادته في مختلف المحافل على ضرورة استمرار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية باعتبار السلطة التشريعية نبعة من صميم الإرادة الشعبية وهذا التعاون الذي انعكست أثاره الإيجابية في مختلف الملفات هو التعاون الذي يضع مصلحة الوطن والمواطنين كأولوية في كافة البرامج الحكومية الخطاب الملكي السامي أشار بشكل واضح إلى ضرورة مواصلة المجتمع البحرني بالوقوف صفا واحدا في وجه كل ما يخل بوحدته واستقاره بالإيمان الصادق وبقيم التعايش الإنساني حيث عرفت البحرين كمنبر للتقارب الفكري والحضاري بين الأديان والثقافات وهذه القيم النبعة أساسا من فكري ونهج جلالة الملك المعظم وعهده الزاهر الذي أشرق به ميثاق العمل الوطني المبني على الإرادة الشعبية خطابه أيده الله أكد تواصل مساعي المملكة في توثيق العلاقات وتنسيق المواقف خليجيا وعربيا وفي السياق العربي أكد جلالته الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية التي تعتبر قضية العرب الأولى وأولوية مملكة البحرين الكبرى كما أن التضحيات الجليلة لأبناء البحرين الشهداء في ميادين الشرف دفاعا عن الحق ونصرة الأمة خالدة على الدوام حيث سطر شهداء الوطن اسمهم في سجلات التاريخ دعما لأمتهم العربية والإسلامية